تاريخيا إيه طبيعة العلاقة ما بين الفن والثقافة المصرية والمجتمع السعود أعتقد أنه أكتر بلد هو الأقرب إلينا في الروح ويحس بالنكتة والأفشة وعشان كده طول عمر الفن المصري موجود بقوة في السعودية حتى لما كانوا دور العرض كانت مقفولة تعرف كانت مغلقة وفتوط حتى 18 ظهرت أفلام اسمه المقاولات دي اتعملت ليه؟ الفيديوهات ومين هو أبطالها؟ ومين هو أبطالها؟ مصريين ضمير الجامعي السعودي والوجدان يحب الحالة المصرية في الغناء وفي المصرح وفي السينما وحتى في الروح حتى المواطن المصري في السعودية لما متسألوا وأنا دايما في الشارع أسأل أنه مصري بيشوفك بيسلم عليكم شارفين الشوارع الليلة متفسش فيها بغربة لأنك على طول سمع اللهجة على طول سمع اللهجة وهم بيجوا ويكلموك وأنت بتكلمهم فعايز أقول كل ده أنت أنك أنت الروح واحدة وعشان كده النجاح خد بالك الرقم ما يجذبش لما أقولك أنه أكتر الأفلام اللي بيجيب أرادات في السعودية يعني الأمريكي طبعا الهندي المصري بعد كده بكتير مثلا ييجي حاجة تونيوسية حاجة لبنانية لكن مصر هي المركت شير زي ما بيقولوا أو نصيب نصيب الأسد مصر رقم واحد طيب ده سببه إيه سببه أن أنت بتحب هذا الفن تتكلم على الأمير عبدالله الفصل كويس أنت عارف أنه هو أوصى هو كان فاكر أنه حيموت قبل أم كلسوم هو مات بعد أم كلسوم كتبها هو تخدها من مكلسوم في حالة وفاته تخدها هي زي ما عايز يعني ده سور لما واحد يعني كده في الوصية واخد ده شوف بقى قد إيه حابب ده وقد إيه كمان مصر حبيته بدلينه القصتين من أجل عيناك عشوخة الهوى وأكاد أشوك لو كان مكلسوم عندها إنترنت دلوقتي كانت ممكن تبقى وعف مشكلة مش صدق يعني الوقت بيباش قادر فيه أمور ينقصها المنطق في بعض الأحيان يعني واخد ده لك وانت كلمت برضو عن مثلا عبد الحليم راح غنى في الكويت اي ولبس أنا عايز أقول ولبس اللبس الكويت كويس لبس اللبس الكويت وغنى باللهجة الكويتية هم ثلاث قصائد احنا ممكن فيه واحدة بس اللي هي هالي نعرفها في مصر هم ثلاث قصائد فيه حاجة تانية الناس كتيرة ما تعرفهاش طيب عبد الحليم عمل ايه كمان كل الأغاني فيها عبد الحليم بتاعت الأفلام كان بيعاد تصويرها في التلفزيون الكويتي اي يعني مش بتاخد الغنو من الفيلم لا بيتعمل لها فيديو جديد كويس كليب فيديو جديد فيديو كليب جديد وتقدم بتنوعات أخرى بصوت عبد الحليم ولكن بصورة غير الفيلم يعني يعني بفوق الشجرة كل أغاني مثلا اتعامل التلفزيون الكويتي طيب ده حد شافه النهاردة وبتديو يقولك طب هي كويت بتاخد الفن المصري واحتمله كويتاتها مثلا تكويت الفن المصري أو تكويت يعني يعني ما ينفعش ولما هل يمغنى باللهجة الكويتية هل وده أكثر هل تغنى جمال عبد الناصر كيف هل هنا تخلى عن مصريته ولا هو أكد عربته لما لبس بسموه تشداش ولا بسموه ايه في الكويت اللبس الكويتي المهم لأنه بيختلف شوية السعودية عن الكويت عن البحريني كل واحد عنده فلما لبس اللبس ده هل كده ارتكب خطأ بين تخير أنت لو مطر بمصري دلوقتي تلع على خشبة المصرح ولبس لبس سعودي وقالها هل هل يتقبلوها بنفس زي ما تقبلنا عبد الحليم بنفس البساطة المتفرج المصري طب لأي درجة حرج بتعتبر أنه ممكن يبقى الانترنت الانترنت أنا أسف معبرة عن المزاج العام لا أنا رأي أنه أكبر خطأ أن نحن بنصدق السوشيال ميديا وبنعتبرها معادل موضوع للرأي العام السوشيال ميديا هم أصحاب الرأي العالي الصارخ اللي غالبا بيبقى سلبي يعني عمرك ما تلاقي رأي إيجابي خد لايك لا دايما وكمان بيبقى فيه فيه هاتك أعراض أحيانا عشان تاخد لايك أكتر واخد بالك فالسوشيال ميديا هم أصحاب الأصوات العالية وليسوا الأغنية يعني ما بيعبرش عن المزاج العام لا ده بيعبر عن الصوت العالي والعالي اللي هو دايما عنده كمان رأي سلبي وحاد يعني أنا فاكر مونة زاكي لما هجمت بودراوة في الفيلم متى أصحابه اللي أعز اللي قال مثلا مش عقباني مونة زاكي خد عشرة لايك لكن اللي دخل على السمعة لا ده خد يجي مليون لايك واخد بالك فأنت هنا بتتكلم على إيه على مش رأي عام لا على سوشيال ميديا لها طبيعة ولها طبيعة في من يتعامل معها وطبيعة في من يحاول الحصول على القسط الأكبر من التتابع طب السؤال